ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله مصادر إعلامي أكدت أن هذه العملية التي استنفرت كل مصادر الدرك الملكي والضابط القضائي جاءت إثر عملية وصفت بالخطيرة نفذتها العصابة حيث قام أفرادها بإيقاف سيارة بالقوة واغتصاب سيدة كانت بمعية سائقها بالقوة مستعملين في ذلك أسلوب التهديد بالسلاح الأبيض موضحة أن سائق السيارة حاول مقاومتهم من أجل تخلص مرافقته من قبضتهم قبل أن يلود بالفرار بعد أن أفلت من طعنة غادرة كادت تستقر في بطنه وحسب ذات المصادر التي قالت أن أحد الجونات الموخوفين هو من دوي الصوابق العدلية كان يتزعم هذه العصابة التي تعمل على مباغة ضحاياها في أماكن تخلو من المارا من أجل سلبهم بحوزتهم قبل أن تتمكن عناصر الدرك بعين اعتق من وضع حد لها ليلة أمس نشكركم على حسين المتابعة قناة ماروك أخبار يومية